من المنزل إلى داخل هذه الصالة الرياضية في مدينة غزة وضمن تدابير وقائية وبشكل استثنائي يستكمل المدرب حسن الراعي تدريبات رياضة الكاراتي مع لاعبي تمهيدا لمشاركتهم في بطولات محلية ودولية من خلال تجربة فريدة عبر الانترنت فرضتها جائحة كورونا نحن تحدينا هذا الفيروس وأصرينا أن نشارك في بطولات دولية عبر الالاين واخترنا اثنين لاعبين من الأكاديمية واستخدمنا كل وسائل الحماية لللاعبين وعملنا تباعد الاجتماع لإلهم وبدأنا نجهزهم تصوير الفيديوهات لأرسالها للجهات المنظمة للبطولات الدولية ثلاثة وهم في بطولة نظمتها أكاديمية الأقصى في نابلس بطولة دولية فيها سبع دول فيه بطولة في المجر وفيه بطولة في دبي عبر الالاين إن شاء الله سنكون مشاركين فيها سيتم تصوير مشاركة كلا اللاعبين بما يتوافق وشروط اتحاد لعبة الكاراتي دوليا تعددت الغايات ولكن النتيجة واحدة هي مواجهة وباء كورونا رياضيا سواء من خلال هذا التدريب الذي سيبث للمشاركات الدولية أو من خلال تحويل المنازل لقاعات تدريب أما هنا جنوب قطاع غزة بعد أن تم إغلاق الصلاة الرياضية في إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا أصبحت الصالة البديلة هي أسطح المنازل فالمدرب خالد شيخ العيد واجه الحجر الصحي منزليا بالابقاء على لياقة أطفاله الستة من خلال استمرارهم في تدريباتهم المعتادة أثرنا على أنفسنا أن نستمر في عملية التدريب ارتقينا أننا نأخذ البصاد وطبعنا للتاعد ونطبيع على الصدح وندرب أو أدرب أبنائي تقريباً إذا أحد كبير بتدربه نفس التمرينات لأنه في عدد يعني الستة يعني ممكن إليش ندربه بنفس التمرينات لكن التمريب الصالة بيضل له جو النفس أنه بتدرب كارتي مع اتخاذ كفات التدابير الاحترازية فإن ممارسة الكارتي على سطح المنزل هو الأمان في مواجهة وباء كورونا حتى زواله لفضية النجاح تغريد العمور قطاع غزة